في بتحس أو عندك شي توقع على شخصية ما لبنانية بيغيب الموت أو ببطل موجود بالتلاتة وعشرين فدنا نقشع شخصيات سياسية تعذر على الطريق من قبل مجموعات كيف يعني؟ يعني بيلطولوا لشخصية سياسية بيقتلوا؟ ما بيقتلوا، يعذر شو يعني؟ يعني بيسمعوه شتائم وكلام كبير وبفلتو؟ اللي معو بفلتو، مش العالم بتفلتو ها دايما بتلع برأس العالم يعني في ناس رح يبطلوا موجودين معنا بثلاتة وعشرين ومش كلهم كبار بالعمر ومن ورا حوادث مش صحية الصحة ما رح تاخد حداً صغير في أمور على الأرض قد تحدث في محاولات اغتيال شخصيات باللبنان؟ نعم بصنا زمان ما شفنا هيك شي ما هو تنوصل لاتفاق داخلي بدو يكون في خضة مقبيلة هيك تعودنا وهيك مش البلد وهيك رح يصير طيب خضة بيئية هل شايف بيئياً؟ منحياً؟ في هزة أو زلزال نتأثر فيها نحنا؟ من بحر الأردن بحر الميت إلى فلسطين المحتلة، سوريا، لبنان، تمد إلى القوس الأورساب، يضرب على تركيا، العراق هيدا الخط يعني اللي بيحكوا عنه صلون زمان وناطرينه كل سنة بيقولوا الأسحاب الطبقات بأقل من 12 شهر بيصير هيدا الموضوع هيدا الموضوع بدو يؤثر على بعض المناطق الساحلية في مصر وبعض المناطق الساحلية في لبنان وسوريا وزلزال قوي بيكون؟ منو هين؟ بيأثر علينا شو بيدمر بيوت؟ لا مش هاد دمار الآسي عن البنيات اللي مخلخة اتمنى انو من هلا يبلشو ينتبه وين في بنية متصدعة على أثر الاعتداء البور بلشو من هلا يزبطون قبل ما يوقع المحظور نعم مناخيا نحنا عم نحس عم نلاحز انو عم يتغير بلبنان نحن اليوم راس السنة تقص بيجنن نيس كانت على البحر من يومين خلنا نشوف بالسعودية وبالامارات شو عم بيصير ما في شي اسمه تغيير مناخي الكرة الأرضية تغير موقعها القطب الجنوب بيصير شمالي مشان هيك بعض من الماشية صاروا يبرم السفر كلها تغير المغناطيس هلا بعد منوصل مرحلة بعصر جليدي بعدين عصر تصحر عم بتحكي على صعيد قرى أرضية قرى أرضية عم بحكي بعدين التصحر بعدين بترجع بتجلس حالة بحالة هاي كلمة الف سنة بتجي ما بده توقع اوكي يعني نحنا بلبنان طقصنا صيف شتي شك صيف ولا رح نضلنا ماشيين اعتدال لكل السنة ما رح نشوف حر قوي وما رح نشوف تلج قوي بطل في عندك فصول صار فيه صيف شتي بطل فيه فصول طبعا الناس بيهم نحكي قبل ما نكمل يعني كل التفاصيل عن صحتك بتعرف نحنا قطعنا بصرنا كم سنة بفيروس الكورونا بالـ H1N1 يعني صحيا شو شايف خليني بلش معك من أول سؤال هل الكورونا برأيك كانت مفتعلة لعبة حلوة لعبوة لعبة برأيك اوهموا العالم فيها لعبوا على عقل العالم انو هاي بتقتل طيب ما ماتوا ناس وفي ناس بتموت بالقلب أكتر من اللي ماتوا بالكورونا صحيح بحوادث سير بتموت بالكورونا وفي ناس بتموت بالجريب أكتر ما بتموت بكورونا ليش ما كانوا عم بيحكوا عنهم سوما بدكين هالقد لا لا أبدا ما بده هالقد ودواها معروف والأمور كلها هيني وهي مفتعلة انت ما أخدت الفاكسان أنا اضطررت أخد خمسة مش تلاتة يعني منخلص من الكورونا منخلص من الـ H1N1 هي خلص الكورونا يعني بيصير فيروس مثل غيره غريب مثل غيره غريب هو غريب غريب آسي بيجي والجسم هو اللي بيحاربه بيقدروا ياخده كلور بيتحاربوا منه في عدة أمور من الطبيعة فينا نخدها ما بتشكل خطر علينا يعني بالـ 2023 رح نسمع بـ فيروس أو بـ في فيروس وفي طعم بعد بدهم يفرضوه على العالم تحتالي يجمعوا الألمينيوم اللي يفوتو بالجسمنا يجمعوه يعملوه مثل نانو صغير بيبلشو شغل فكرهم المليار الذهبة بدو يمشي ولكن لن يبصر النور ليه؟ ما بيبصر النور لأنه ما بيشي للروح غير اللي خلقه مش هني بقروا كم واحد بدو يعيش بس يقلولي قديش مسيحة الأرض المزبوطة هو شو مخططن؟ وقتا بدو يخلصوا من كمية بشر معينة؟ لأنه بدو لا شو؟ لهلأ صار في عندن تقريبا بين السبعمية أو سبعمية وشوي مليون بني آدم شبه روبوتك فهني بدو المليون الذهبة هيدا واللي ما بيأكل ما بيشرب بس بيشتغيل ما قلوا صوت ما قلوا حس ما بيطالب بشي هيدا اللي يطالبينه ما عندو مشاعر؟ فمشين هيك هلأ عم بيطرحوا فكرة النانو اللي بالراس اللي هي بتصلح الجسم، بتصلح الخلل الموجود بالجسم هيدا تتوصل عنا على لبنان بدو تتمشي برا أصلاً لا ما هني بسوقوها بباليش متل الطعم سوقو بباليش كل هاي الأمور كلها هيك تمشي لأ أنا السؤالي كان محدد أنه بـ 23 راح تكون فيه فيروس جديد فيه فيروس جديد بس مش خطرين؟ لا 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 نفسي بقى خطر يعني متل جريب متل كله نفس الشي نفس العوارض حروب حول العالم فيه؟ طبيعي في عن حرب ببحر الصين وحرب ببحر العرب بـ 23؟ بحر العرب وين يعني؟ يعني إيران والخليج بس هل ترى هل هو انتقام من العرب تكون فيه الولايات المتحدة تتهزل لهم العصى لما ظهروا من سلطتها؟ شو بتقول أنت؟ ها هي استرنالون يا من هلا ولكن العراق يلعب دور مهم جداً لتسكين الأمور وعودة المياه